ونبقى مع الأعمال الفنية ولكن مع الأفلام حيث فاز زكريا جابر وهو صحفي ومخرج أفلام بجائزة أفضل وثائقي في مهرجان شنجهاي السينمائي عن فيلمه المعنون قلق في بيروت ويحكي فيه جابر عن حلمه بأن يغير النظام السائد في لبنان ويدفعه هذا الشعور الغاضب إلى مساءلة ذاته وإلى تأمل طفولته وماضيه الشخصي في بيروت التي فرضت طبيعتها القلق عليه وعلى عائلته كما يستذكر في الفين أحداثا عيشها أبناء جيله وهو جيل ما بعد الحرب الأهلية ويوميات المعارك الفكرية التي خاضها مع والديه وأرحب معي بضيفي من بيروت زكريا جابر مخرج الفيلم الفائز أهلا وسهلا بك زكريا وألف مبروك هذه الجائزة لهذا الفيلم ماذا تعني هذه الجائزة بالنسبة لك وبنسبة للفيلم أيضا وبالنسبة لبيروت يعني وبيروت التي تعاني بالفعل من القلق الذي تحدث عنه شكرا كثير على الاستضافة أول شي هذه الجائزة بعد بعض الفرح طبعا لهل مفعول وشغال وهي مرحلة تفتح لمرحلة جديدة لقلنا أنه تثبت لنا أنه نحن قدرين نعمل أفلام وطائقية تأثر بالناس من دون ما تكون سئلة أو غير مرحة وبالطبع أنا كثير مبسوط فيها لهذه الجائزة وبنتطلع للأكثر أخبرنا أكثر زكريا عن فكرة هذا الفيلم يعني بالفعل كما ذكرت أن بيروت هي قصة قلق لجميع اللبنانيين كما تحدث من أين نبعت هذه الفكرة وكيف عملت على تطويرها هي بلشت الفكرة بأنه أنا لما رجعت على لبنان بعد ما كنت مهاجر من لبنان صارت صورة 17-20 وأنا كنت يعني كوني من هذا الجيل اللي ناطر هذه اللحظة نزلت على هذه الثورة حتى وثقها وكنت عم بصور يعني بطريقة عشوائية أول شي عم بصور رفقاتي عم بصور الأحداث اللي عم بتصير وعب نشر يعني كل الوقت على فيسبوك على صفحات التواصل الاجتماعي لحتى إجت المنتجة جمانة سعادة وحكتني ولفت لها نظرة بالأصص اللي كنت عب نشرها وقالت لي أنه ليه ما منطلع لفل أعلى شوي ومنعمل وثائكة بيعبر عن كل الأمور اللي أنت بدك تقولها فمشينا بهذا الموضوع وبلشت الأحداث تجوارها بعضا الكورونا من بعدها أول انهيار اقتصادي بعدها الانفجار اللي صار بمرفق بيروت وبعدها الانهيار الاقتصادي كيف صار عم بيصير هو الكابوس يعني وكفايا عم نصور ونكتب ونأنتج لألفين واثنين وعشرين لآخر ألفين واثنين وعشرين تقريبا وهلأ يعني هو بالنهاية كان نحن بدنا نعمل مثل وثيقة لمرة ولأخرى لمرة وأخيرة أنه بتعبر عن جيل السلم الأهلي جيل التسعينات جيل اللي خلق بعد الحرب الأهلية وتم يعني عطوه وعد بحياة أفضل زكريا كيف وجدتم تفاعل الجمهور مع هذا الفيلم خاصة من خلال كثافة الحضور في العروض التي تم تنظيمها على هامش المهرجان في صلاة السينما بمدينة شنجهاي أول شيء نحن لما عملنا أول عرض ببيروت الصالة كانت بتساعة 270 كرسي إجا تقريبا ضبل هذا الرقم وطرعنا نفتح تاني يوم عرض جديد فكنت أنا كتير مبسوط بأنه اللبنانيين حبوا هيدا الفين أو الناس اللي عايشين بلبنان حبوا هيدا الفين ولكن أنا اللي صدمني ومبسطني من نفس الوقت هو أدى نحن فهمنا الجمهور الصيني وأدى الجمهور الصيني كان متفاعل مع هيدا الفين أنه كان في عنا ستة عروض بشانجهاي كانت كلها مليانة وكل الناس كانت عم تجل عندي وتخبرني وتقلي أدى هن تفاعلوا مع هيدا الفين وأدى عبر عنهم هيدا الفين خصوصا أنه هو وأدى فتح لهم بدماغهم فكرة أنه في عالم خارج الصين ويشبههم ويعني هيدا أكتر شيء بيبسطني أكتر من الجايزة أدى الناس بالصين اتفاعلت مثلا مع هيدا الفين شكرا جزيلا لك زكريا جابر مخرج الفين الفائز كنت معنا من بيروت أبارك لك مجددا وأتمنى لك كل التوفيق في الأعمال والمشاريع المستقبلية ترجمة نانسي قنقر